أهزائي طالبات وطالبات التعليم المفتوح مستوى تلتة تاني هنتناول مع بعض في هذه المحاضرات الرقابة المالية أول هذه الموضوعات الميزانيات التأديرية معكم طبعا أستاذ الدكتور علي إبراهيم طلبة أستاذ المال أولا مفهوم الموازنة الميزانيات التأديرية أو الموازنة هي ترجمة كمية للنشاط المتوقع يعني هي خطة مستقبلية با أترجمها إلى نقضية تساعد الإدارة على أولا تعيين أهداف محددة توجيه النشاط الفعلي نحو تحقيق الخطة المرسومة وتجتمل الميزانية التأديرية الشملة على العديد من الميزانيات الفرعية مثل ميزانيات الدخل والنفقات ميزانيات التشغيل وميزانيات المركز المالي الميزانية الشملة هي الخطة العامة الموحدة التي تضم كل الميزانيات وتعتبر الشغل الشهر لخصم الميزانية أول حاجة خائمك الدخل التأديرية اللي هي بتتضمن أول حاجة ميزانية المبيعات ثم ميزانية تكلفة البضاعة المقدر بها وده بتتضمن أربع ميزانيات الميزانية ميزانية الإنتاج ميزانية المشتريات ميزانية العمل المباشر ميزانية التكاليف الصناعية الإضافية بعد كده ميزانية نفقات التشغيل اللي هي النفقات البيعية والنفقات العامة قائمة مركز مالي تأديرية اللي هي الميزانية الاستثماري قائمة الدخل التأديرية كلنا عارفينها وممكن درسناها مع أساسة التكاليف تضم قائمة الدخل التأديرية ملخصا بتقديرات عناصر الدخل والإنفاق اللي هي التكلفة عن الفترة القادمة وتستعمل بعض الشركات نظام ميزانية المتحركة أو المستمرة والتي تبين أربعة أربعة أو إثنى عشر شهرا في أي وقت من الأوقات يعني بيعملوا يما أربع ميزانيات أو إثناشر ميزانيات دي قائمة الدخل مبسطة جدا بدأ بالمبيعات بطرح تكلفة البضاعة المقدر بحها بيديني مجمل الرابح بطرح نفقات التشغيل البيعية والعمة يديني صاف الربح قبل الضرائب بطرح ضريبة الدخل المقدرة يديني صافي الدخل ميزانية المبيعات أول ميزانية بيجري تحضرها هي ميزانية المبيعات حيث أن معظم الميزانيات الأخرى بيتبني على تأديرات ميزانية المبيعات وتتوقف على التأديرات التي استقرت عليها هذه الميزانية هنشوف إحنا هنشوف إحنا فيكم من ميزانية المبيعات وحنبدأ بيه ميزانية تكلفة المبيعات وفي كتاب الحقيقة فيه مثال حلو جدا عن ميزانية تكلفة المبيعات أنا هفكركم بقيمة التكاليف اللي درستوها بيبدأ بإيه؟ بالمواد المواد عبارة عن مخزون أول فترة زائد المشتريات يديني المتاح للإستخدام بطرح آخر الفترة يديني مواد خام مستخدمة للإمتاج بضيف عمل مباشر وتكاليف صناعية إضافية يديني تكلفة الإمتاج بضيف أول فترة بضاعة تحت التشغيل واترح آخر الفترة يديني تكلفة الإمتاج التام تمام؟ بضيف مخزون أول فترة من الإمتاج التام واترح آخر الفترة من الإمتاج التام يديني تكلفة البضاعة المبيعات هي دي خامة التكاليف وإذن بقول لحضراتكم في الكتاب بتاعكم فيه المثال على هذه القائمة وموضح فيها في الحقيقة الخطوات اللي حتساعدك في بناء هذه القائمة حبدأ فيه بميزانية الإمتاج أنا عملت ميزانية مبيعات فرضا ولقيت أن عدد الوحدات المنتظر بحها من المنتجين ألف وبيه 66-300 و 56-500 على التواري إذا علمت أن المقدار المرغوب في الاحتفاظ به من المخزون آخر الفترة من المنتج ألف وعشر تلاف ومتين والمنتج به تمن تلاف ومعظم أول المدة من ألف تسعة تلاف وخمسمية ومن به تمن تلاف وحدة لأن ميزانية الإنتاج هتكون جماعة عشان تبني ميزانية الإنتاج اتبع المعادلة اللي هقولها لك دلوقتي الانتاج بيساوي المبيعات زائد مخزون آخر الفترة ناقص مخزون أول الفترة وقادي هشوف هنا قادي المبيعات من ألف 66-300 من به 56-500 هضيف المخزون اللي أنا عايزه آخر الثاني عشرة ميتين في ألف وثمان تلاف في به وأطرح مخزون أول المدة اللي عندي هيديني الإنتاج المقدر 67-000 وحدة من ألف و56-600 وحدة من بي زي ما تشايفين مسألة سهلة جدا ودي على فكرة ميزانية مبسطة جدا الميزانيات دي في الواقع العام بتبقى معقدة أكتر بس إحنا للتسهيل مش أكتر من كده يعني بعد ما نقرر إحنا هننتج إيه فبنعمل ميزانية المواد اللي إحنا عايزين نشتريها من وقع الميزانية السابقة في أنه مطلوب إنتاج 67-000 وحدة من ألف و56-000 وحدة من بي وهنشوف الألف محتاج كام وحدة من المادة من المواد اللي بتدخل فيه إنتاج أنا عندي المنتج ألف بيدخل فيه مادة سين ومادة ساد والمنتج بيه بيدخل فيه ثلاث مواد سين وصاد وعين وزي ما حضراتكم شايفين ألف بيدخل أو عايز ياخد واحدة من سين وواحدة من صاد وبيه واحدة من سين وصاد وعين وعلى فكرة ده موجود مع حضراتكم في الكتاب نفس النساء المغزون المرغوب فيه آخر الفترة خمستاشر من سين خمسة وعشرين من صاد وسبعة من عين مغزون أول الفترة اللي عندي في المخازن تلاتة وعشرين من سين خمسة وثلاثين من صاد وأعتقد عشر تلاف من عين وحنشوف الميزانية ميزانية المواد المشترية زي ما شوفنا إن سبعة وستين ألف وحد هتاخد واحدة من سين وواحدة من صاد فبندرب في واحد وبندرب في اتنين المنتج بيه لو ستة خمسين خمسمية واحدة من سين وصاد وعين فبندرب في واحد بيديني التكاليف بتاعت العدد الوحدات اللي أنا عايزها من سين وصاد وعين نضيف مغزون المرغوب فيه آخر الفترة خمستاشر خمسة وعشرين سبعة تلاف هنقسم المغزون أول الفترة تلاتة وعشرين خمسة وثلاثين عشر تلاف زي ما شوفنا يبقى عدد الوحدات المطلوب شرائها مية وخمستاشر خمسمية مية وثمانين خمسمية تلاتة وخمسين خمسمية دي عدد وحدات طبعا أنا عايز قيم أو نضربها في سعر الوحدة اللي هي تلاتين أربعين خمسين آآ أرش على التوالي يبقى هنا المشتريات من المواد أربعة وتلاتين ستمية وخمسين اتنين وسبعين ومتين ستة وعشرين سبعمائة وخمسين وعشان أنا أجيب المشتريات اللي هتتحط في قيمة الدخل اللي احنا عشرنا إليها لازم أجمع المشتريات من سين زاد المشتريات من صاد زاد المشتريات من عين يديني مشتريات المواد ما تنساش أنت تعمل الحزبة دا بعد كده ميزانية العمل المباشر تقدر ميزانية العمل المباشر على أساس عدد ساعات العمل المطلوبة لإنجاز الإنتاج مضروبا في معدل الأجر بفرض أن المنتجات ألف وبيف يقسمين اتنين وتتطلب الاحتياجات التالية الوحدة الوحدة من المنتج ألف وبيف هتقعد فيه عدد ساعات في القسم الأول اتنين من عشرة من الساعة وفي القسم اتنين تلاتة من عشرة من الساعة بيه واحد من عشرة من الساعة وفي القسم الثاني اتنين من عشرة من الساعة معدل الساعة يعني أجر العامل في الساعة أربعة دولار وخمسة دولار في القسمين على التواهي هنشوف كده ميزانية العمل المباشر ودي زي ما بقول لحضراتكم يعني سهلة أو بسيطة الساعات المطلوبة من المنتج ألف اللي هي سبعة وستين ألف وحدة هتاخد تلاتاشر وربعمية ساعة في القسم الأول وعشرين مية في القسم الدين المنتج به ستة وخمسين خمسمائة وحدة هناخد خمستالاف ستة ومية وخمسين ساعة في القسم واحد وحداشر تلاتمائية في القسم الدين إجمال الساعات المطلوبة في واحد تسعتاشر خمسين وفي اتنين واحد وتلاتين ربعمية نضرب في معدل الأجر هيديني إجمال الأجر بالدولار بالجنيم هنا عندي قسم واحد هيحتاج أجور ستة وسبعين متين وخسم اتنين هيحتاج أجور مية سبعة وخمسين ألف عشان أطلع الأجر المباشر أو العمالة المباشرة في قايمة الدخ أجمع الاتنين مع بعض خسم واحد وخسم اتنين هيديني الأجور المباشر ما تنسوش وانت بتعمل قايمة الدخ انك انت تجمع الميزانيات المرنة هي عكس الميزانيات السابقة ان انا بعمل ميزانية لأكتر من نشاط أو أكتر من عدد ساعات معينة حسب الزروف بتاعتي عشان أنا لما أجي أقارن وعمل تأرير الأداء يبقى لازم أنا أقارن الفعلي بالمخطط لنفس المستوى من المشاط مثال ترعب شركة المعرفة في إنشاء ميزانية مرنة نفقات التجهيل الشهرية وفي معالي البيانات المتعلقة بكل بند الرقابة باستخدام الموزنات التخططية أولا تأرير الأداء حتى تكون تقارير الأداء الزاتة فعالية عظمى في أنها يجب أن تعدى على أساس دول لتقيس مدى التقدم نحو تحقيق أهداف الخط ويجب أن يبين تقرير الأداء أي انحرافات عن الميزانية التأديل ويجب اقتراح الخطوات لمعنى حدوث الانحرافات التي لها تأثير سلج هناخد حالة كده هوا خاصة به التكاليف الصناعية غير مباشرة فيما قالي بيانات عن التكاليف الصناعية الإضافية خلال شهر سبتمبر لشركة المروع حيث بلغ عدد ساعات العمل المباشر خلال الشهر 9500 خلي بالكوا قوي من عدد الساعات دي أجور غير مباشرة 930 مواد غير مباشرة أربعة خمسمائة وسبعين مياه وإنارة تلاتة خمسمائة واربعين إجمال التكاليف السابتة 15600 أما بقى بيانات الميزانية الشهرية اللي هي التأثيرات بتاعتي اتبانت على أساس طاقة عادية قدرها عشر تلاف ساعة إنما الفعلي كان على كام على تسعة تلاف وخمسمائة والأجور عشرة تفتمية مواد غير مباشرة أربعة سبعمية مياه وإنارة تلاتة تبنمية إجمال التكاليف السابتة 15600 المطلوب تصوير تقرير ميزانية والأداء للتكاليف الصناعية الإضافية عن الشهر مبنيا على أساس 9500 ساعة عمل مباشر يبقى لما نعمل تقرير الأداء ده ناخد بالنا من الفعل الساعات الفعلية 9500 اللي هو قال اللي يعمل عليها والتقدير كان على عشر تلاف ساعة نشوف بقى تقرير الأداء قال لي إن الطاقة الطبيعية عشر تلاف ساعة بس أنا اشتغلت كام 9500 يبقى دون المعيار 500 ها دي بقى طاقة غير مستغلة 500 ساعة أي 5% من الطاقة غير مستغلة ودي بتعتبر خسارة يعني سلبي انحراف سلبي فنيجي نعمل هنا التكاليف المتغيرة في الميزانية والله بس دي ما كانتش الميزانية ده كانت الأجور غير المواد غير المياه ونار غير قال لك آمن عشان أنا أقارم الفعلي الميزانية لازم أحول تقديرات الميزانية على أساس 9500 500 ساعة يعني إيه قال لك أضرب كل رقم من الأرقام دي في 95% ليه لأن 5% دون المعيار يديني الأرقام من ردام حضراته أقارنها بالفعلي هيديني هنا هيديني هنا هوا في نقص أو في غير صالح الوحدة ها 250 وفي صالح الوحدة 70 ده في النسبة للتكاليف المتغيرة يبقى أنا عندي صافي في غير صالح الوحدة صافي انحراف 180 إيه 180 طب يطر التكاليف السبتة فيها انحراف أنت هتقولي أنها دي هنا سبتة وهنا سبتة أقول لك آه في انحراف إمتى ما بقاش في انحراف لو أنا اشتغلت على أساس طاقة قدرها 9500 ساعة يبقى ما فيش إيه دون المعيار ما فيش تكاليف إيه في خسارة في الطاقة انحراف سالب يبقى عشان أنا أطلع الانحراف ده أو مجايب 15600 تكاليف السبتة أضربها في 5% يديني الانحراف السالب اللي هو تلع 780 جنيه أضيفه على السالب 180 يبقى عندي إجمال ينحراف التكاليف الصناعية الإضافية 960 جنيه ناخد حالة تانية تبين لي الميزانية المالية فيما قال الميزانية التقديرية الخاصة بشركة الإسراء عن شهر وغصف سراءة العمل المباشر جاي ما أقول لكم حضراتك وخلي بالكم 20 ألف ساعة التكاليف المتغيرة أجوه مواد 100 موجودة التكاليف السبتة 23 هنشبه التكاليف الفعلية شهر سبتمبر ومدي لك هو 7 3 3 3 300 والتكاليف السبت طالب مني أولا ميزانية مرنة شهر سبتمبر لمستويات من ساعات العمل المباشر تبلغ 15 ساعة 15 ألف 18 ألف ساعة 20 ألف ساعة 22 ألف ساعة وتصوير وتصوير تقرير هداء خلال شهر سبتمبر علما بأن ساعات العمل المباشر بلغت 18 ألف ساعة هنا الخطة على أساس 20 ألف ساعة الفعلي على أساس 18 ألف ساعة يبقى الطاقة المستغلة كبـ 90% والغير مستغلة 10% يبقى أنا عندي انحراف تكاليف متغيرة وانحراف تكاليف سبت ازاي؟ هنشوف دلوقتي هنعمل ميزانية التكاليف الإضافية عن شهر سبتمبر 2007 هنا السمت الميزانية 4 أخسام القسم الأساس اللي هو على أساس 100% اللي هو تالت عمود اللي هو على أساس 20 ألف وبعد كده عملت على أساس 15 ألف وعملت على أساس 18 15 ألف وعملت على أساس 22 أنا ليه أعمل 90% بالأحمر؟ عشان هو ده الرقم اللي هاخده وأقارنه بالفعل ازاي؟ طبعا أنا جبت الأرقام دي منين قالت إنه إيه 75%؟ ما أنت لو أسمت 15 على 20 ها يديني 75% 18 على 20 90% وقلت لكم فيه طاقة عطلة قدرة كام 10% ومية وعشرة على عشرين على أيوة على ما هي تديني 22 على 20 ها يديني 110 في المائن وحسبت التكاليف على هذا الأساس حسبتها إزاي؟ أجيب السبع تلاف وخمسمية اللي هي تحت مية في المائن أو مضربة في خمسة وسبعين في المائن يديني 5625 كويس؟ هنا أضربها في تسعين في المائن يديني 6750 هنا أضربها في مية وعشرة في المائن يديني 8250 وهكذا في كل بس التكاليف السبتة بتوضع سبتة زي ما هي وهذه مال التكاليف الصناعي فأنا هاخد زي ما قلت لحضركم الميزانية اللي هي على أساس تسعين في المائن اللي هي تمنتاشر ألف وحدة اللي هعمل بها إيه؟ تأريد الأداء أدي تأريد الأداء قال لي عشان ما ننساش أن الطاقة الشهرية الطبيعية عشرين ألف ساعة الطاقة المستغلة خلال الشهر تمنتاشر ألف ساعة فأدي خط الميزانية اللي هي كانت بالأحمر التأثيرات بتاعتها بما فيها المتغير والسابت وأقارنها بالفعل هلاقي أن عندي في الحقيقة فيه ربعمية سالب وستمية موجب فهيبقى عندي إيجابي من التكاليف المتغيرة متين بس اخد بالك بقا أنا عندي مشكلة أن فيه طاقة عطلة قدرها عشرة في المائن أم جايبت تلاتة وعشرين ألف هي تلاتة وعشرين ألف اللي هي التكاليف الساب أضربها في عشرة في المائن اللي هي نسبة الطاقة الغير مستغلة هيديني طاقة يعني انحراف سالب قدره ألفين وثلتمائة جنيه أطرح منه الانحراف الموجب المتين يديني صاف انحراف قدره ألفين وثلتمائة جنيه شكرا